كابتن شبير بعد نهاية المباراة مع دونجا لعب بيرامدز دونجا طبعاً يعني مباراة كانت صعبة ومباراة مصيرة بالتأكيد أمام بطل الأفريقيا نادي الأهلي شفت إزاي المباراة وشايفت إزاي نقطة قدام الأهلي في ملعب كله والله الحمد لله هو الحاجة على النتيجة بس احنا ما كانش طموحنا أبداً للنقطة دي احنا كنا ننزلين للملعب مركزين في 3 بونت ضيعنا نقطة كتير الفترة اللي فاتت متشكونا نستحق نكسب فيها ومتشات تانية ظهرنا بشأكل مش أحسن حاجة بس عادي يعني ده واجد ان احنا ممكن في وقت ملعبات من نكونش أداءنا كويس زي ما فرقة كبيرة ده وحش لحد دلوقتي وبتطلع بـ 3 بونت عادي جداً علينا ضغوط كتير الفترة اللي فاتت أثبتنا النهاردة ان احنا فرقة كبيرة وان احنا تيم قوي وقدرين ان احنا ننفس ونرجع تاني على المنافسة على الدور الممتاز وان شاء الله اللي جاي احسن واحنا مش مش ردين على البونت كان طموحنا ان احنا ناخد تلك البونت الناردة رجعنا للمنافسة من تاني بس الحمد لله على كل شيء تدف ليه للأداء بين الشرط الأول والتاني خاصة كمان في الربع الساعة الاخرية والله احنا الشرط الأولاني كنا مسكن الكرة أغلبية الوقت والشرط التاني أول عشر دايق برضو مسكن الكرة في وقت من الأوقات رجعنا شوية عشان مش نفضل نضغط ضغط عالي من أول ماتش طبعاً يعني اكيد احنا فيه اوقات بنبقى نتعف فيها فده احنا كنا متمرنين عليه وفي الوقت اللي احنا تعبنين فيه نرجع نقابل نص ملعبنا وبعد كده نلعب على المقتدل حد ما نرجع تاني نقف على رجلينا وبعد كان نضغط ضغط عالي بس انما احنا مرجعناش والعاج نص الملعب اكيد كان الشيء الاهم دايماً في المباراية الكبيرة هل كان فيه تعلمات معينة النهاردة ليك في نص الملعب؟ اه طبعاً يعني احنا كان فيه تعلمات في نص الملعب نانا بقى قريب من الكرة التانية هنا وهنا وانا اكون في دار الاتنين التمانيات اللي هدامي على طول وغط البكات فالحمد الله قدرت اظهر بشكل كويس وان شاء الله ربناك ان الفتر جاء والنفس عالدور بإذن الله شكراً دون شكراً شكراً لقاءنا مع دونجا تتحول الكلمة لك لانتفضل